طول يساوي مثل عرضه فباجي هون إذن طول يساوي 2 ضرب العرض العرض أنا واحد فيهم آخذ أكيد اللي أنا طلعته بالآخر اللي هو المليمتر 250 ف2 ضرب 250 كم 500 مليمتر صار عندي طول وصار عندي عرض هاي العرض بقدر أطلع مين هلا المحيط المحيط طبع المستطيل اللي هو 2 ضرب الطول زائد العرض باجي بكتب 2 ضرب بفتح قوس الطول كم 250 زائد لا الطول 500 طبعا العرض 250 ما في مشكلة لو بدلت بينهم بين أماكنهم بالنهاية هو زائد تمام وعملية الجمع تبديلية ممكن أبدل بينهم إذن 2 ضرب الطول 500 زائد العرض اللي هو 250 بداية حكينا مننا نطلع لجوه الأقواس 250 زائد 500 بطلع معاك 750 مننزل الاثنين والضرب اثنين ضرب 750 حيطلع معاك 1500 اش ملي متر هذا المحيط هون نطلع معطيني 128 العرض ملي متر شايفين معطيني ياب الملي متر معناته هل هو جاهز طبعا جاهز بكل بساطة باجي بحسب الطول الطول حكالي كيف بحسبه بهذا السؤال إني بمسك العرض وبضربه باثنين هين مسكنا العرض هايو 128 ضربناه باثنين بطلع معاك قداش 256 ملي متر حلو صار عندي طول وصار عندي عرض شو بقدر هلأ أطلع المحيط المحيط يساوي اثنين ضرب الطول زائد العرض عم نستخدم قانون محيط ايش المستطيل لأنه الشكل عندي شو مستطيل اثنين ضرب 250 زائد 128 وتساوي طبعا هلأ هم منطلع أول إشي لداخل الأقوات بطلع معاك لما تجمعهم اجمعهم فوق بعض برضو هنا عشان ايش ما تخربط ويطلع معاك الجواب صحيح 100% بطلع 384 ومننزل الاثنين والضرب هلأ اثنين ضرب 384 حيطلع معاك 768 ملي متر ركز معاي بهذا السؤال كتير منيح هلأ هون احنا عنا هذا الشكل طبعا هو بده اينا نحسب ثمن السياج بداية السياج أصده في أكيد السياج هيكون في المحيط دائما فبالتالي احنا لازم نحسب المحيط بالبداية بعدين نحسب ثمن السياج كيف نحسب المحيط أنا عندي هاي الأرقام بدي أستفيد منها طبعا أنا هون أسمت الشكل لجزئين جزء فوق جزء تحت اللي هو الجزء الكبير هاد اللي هو شكله مستطيل أكيد مبين فبما أنه مستطيل إذا منقدر نعرف من هون لهون قديش الطول عندي ليش لأنه المستطيل بيحكي لكل دول عام متقابلة متساويا معناته هذا بما أنه 13 إذا هاد لهون رح يكون كام 13 حلو ضيل علينا نعرف هاي ونعرف هاي هاي كيف نعرفها بداية أنا عندي من هون لهون لأنه هذا مستطيل هذا اللي هون تحت حكينا مستطيل فبعناته هذا الضلع رح يساوي هذا الضلع كامل هلا هذا 20 إذا هذا كامل رح يساوي كام 20 طيب أنا عندي من هون لهون 12 فبالتالي أنا قديش بيضل الـ 12 عشان تصير تكمل الـ 20 أكيد رح أحكي 20 ناقص 12 عشان أطلع قديش رح يضل 20 ناقص 12 حتطلع 8 فبالتالي هذا كامل 12 مع 8 رح يصير 20 اللي هو يساوي الضلع لقبال هذا الضلع تمام طيب هلا هون بما أنه صارت هاي 8 وهاي أكيد رح تكون اللي قبالها 8 وهاي 8 لأنه قبال بعض فبالتالي لأنه قبال بعض فبالتالي منستنتج أنه هذا الشكل عندي إيش اسمه مربع مربع معناته أنا عندي كل الأضلع متساوية طيب ما بهمني هلأ هلأ بهمني إني أنا أكون طلعت كل الأضلع عشان أطلع مجموع أطوال الأضلع لهذا الشكل عشان أطلع المحيط تمام لأنه إحنا حكينا المحيط لأي شكل أو أي مضلع هذا الشكل هو مضلع مش معروف إذا هو مستطيل ولا مربع مش مبين مش واضح شكله يعني تمام فبالتالي بما أنه مضلع إذن المحيط رح يكون عبارة عن مجموع أطوال أضلع طيب هلأ طلعنا كل أطوال أضلع شو بنعمل فيهم بنا نجمعهم عندي بنجمع الاثناش والتمانية والتمانية هاي وهاي التمانية وهاي التلتطعش وهاي اللشرين وهاي التلتطعش تمام لأنه إحنا بس نحسب المحيط مش تجدي تجمعلي هاي دير بالك طيب هلأ لما نجمعهم ونخلص بطلع مجموعهم اثنين وثمانين متر حلو هلأ بحكيلي إذا كان ثمن المتر الواحد من السياج ثمن دانانير طيب كم رح يكون ثمن الاثنين وثمانين متر أكيد رح نعمل عملية الضرب فثمن السياج هيكون اللي هو طول السياج ضرب ثمن المتر الواحد ثمن وثمانين ضرب دمانية بطلع معي ستمية وستة وخمسين